في المقابل ارتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 1400 منذ السابع من أكتوبر الجاري هذا وأكدت سلطة الاحتلال أن من بين القتلى ما لا يقل عن 291 جنديا يأتي ذلك بينما ارتفع عدد الإصابة إلى 3968 بينهم المآت في حالة حارجة هذا وأقر الجيش الإسرائيلي بوجود 199 إسرائيليا في قطاع غزة شكرا